في خبرين نجاح واضح للسوريين زيادة ملحوظة في عدد التجنيز بالنمسا في النصف الاول من عام 2004 وعشرين ده بالنسبة للنمسا ككل وعندنا المقابل بتاعه في مشكلة في فيين نعم رغم التجنيز هنا في يعني تلت السكان في فيين لا يملكون الحق الانتخابي بسبب صعوبات الحصول على الجنسية النمساوية المجموع ككل على مستوى النمسا في نجاح ملحوظ بلكن على مستوى فيين الموضوع ضئيل جدا صحيح بالبداية بالبداية فعلا نجاح واضح للسوريين السوريين هن تصدروا قائمة الحاصلين على الجنسية النمساوية صراحة ما كان فيه احصاءات كتير واضحة ورسمية بهذا السياق الموضوع بيقول هو انه فعليا يعني في زيادة على مستوى النمسا بالنصف الاول ل24 بلغت نسبتهم طبعا ارتفعت بنسبة 66% منقارنة بالفترة نفسها من العام السابق يعني فبالتالي يعني كان فيه حصول جيد صراحة على الجنسية النمساوية 37% من اجمال المتجنسين هنه من ضحايا النازية واللي هنه فعليا مشمولين ضمن قانون صدر بال2020 بحصول كل ضحايا النازية على هذا الشيء تم منح الجنسية لـ 10.050 شخص في هاي الزيادة الكبيرة بصراحة ونسبة كتير كبيرة منهم موجودة عفوا هنه من السوريين بعدين عنا جنسيات تانية تركيا وافغانستان هدولة كانت النسبة الاكبر الكارثة التانية اللي حكوا عنا اليوم باسو اسمه منش انه قالك اوضح عند السابق الرئيسي لهذا التباين هو يعود للشرط المالية الصارمة التي يجب توفرها حصولها على الجنسية فيينا كان فيه طبعا العدد اقل يعني اقل بستة اشخاص عن العام السابق من نفس الفترة يعني بستة اشهر الاولى بس الفكرة اللي اسألت متمنش انه يعني مو معقول انه 35% من فيينا استاذنا نضوح تخيل لا يملكون الحق الانتخابي وبالتالي ليس لهم مشاركة سياسية ولا يشاركون بمن سيحكمهم واهم القرار تتحصل لهم يضاف على ذلك ان 20% من سكان النمسا من سكان النمسا لا يحق لهم الانتخاب لانه لانه فيه سبب صعوبات الجنسية النمساوية يعني يعني صراحة انا يعني بقرأتنا للاحداث وقارنتنا بالوضع خاصة بدول الجوار بالمانيا وغيرها نحن اللي شافينه بصراحة انه انه تحديات الجنسية النمساوية ستتضاءل في حال وصول الاس بي او الحزب الاشتراكي الى الى السلطة بشكل او باخر تتكرר الاس بي ايه نعم الاس بي او طبعا الاس بي او نادى فيها مرارة وتكرارة نساز نضوح الاس بي او نادى بتسهيل شروط جنسية طبعا التسهيل مش انت بتقول هي تضائل لا شو اللي يتضائل تضائل فرصة الحصول على الجنسية نعم تتضائل الحدية الحدية نعم نعم تتضائل فبالتالي في حال وصول الاس بي او بشراكة مع الأوفابي أو مع أي أحد آخر حتما يوجد مشروع لا يختلف بصراحة عن الوضع الذي حاصل حاليا في ألمانيا يعني أنا متوقع أن بغض النظر عن مين اللي هي في غربلة أو أعادة هيكلة لكل الإجراءات وكل القوانين بعد الانتخابات اللي جاي